مناطق زراعية خصبة لكنها في مجرس سيول هكذا تبدو الأراضي الزراعية بمديرية طور الباحة غرب محافظة لحق حيث باتت عرضة للسيول القارفة التي طالت أضرارها مساحات شاسعة السيل يمر أمامنا ونحن نتفرق له وبالأخير رجع السيل أيضا وشل الحق يعني ما تبقى من التربة انقرفت التربة الموجودة الآن الآن السيل باتقاه الآبار واتقاه الأرض دمر كل شيء عشر عوام تقريبا الآن وهذه الأراضي الزراعية لم تروى بسبب الخراب الذي سببه هذه السيول وانقرف الأراضي الزراعية وهذا العبار حوالي 120 فدانا من الأراضي الزراعية هنا على رفتي وادي معاد أضحت اليوم بلا إنتاج عشرة الأسر الريفية كانت تعتاش عليها قبل أن تضربها السيول منذ عقد من الزمن مشاريع الصيانة والإصلاح هي الأخرى تعثرت كراء الحرب وتسببت بحرف مجرسيول نحو أراضي زراعية أخرى فلاح هذا أقرب الفلاحين في هذا المنطقة هاقرو وصبحت هذا العبر إلى طول الوادي كما تنظروا أن الرأس العبر في مسابة 500 متر الصبحت أثر بعد عين المساحات الزراعية هذه مثلت فيما مضى رافدا للاقتصاد المنزلي والمحلي ومصدرا تشغيليا لعدد من العمال والمزارعين الذين لقوا للهجرة وطالتهم البطالة جراء توقف الإنتاج الزراعي النتيج عن توقف العمل في هذه الأرض التقصير والإهمال الحكومي في عدم معالجة وحماية أراضي المزارعين يعد جزءا من المشكلة إذ يطالب عدد من المزارعين الجهات المسؤولة بسرعة تدخل للقيام بإقراءات تحفظ ما تبقى من الأراضي وتقنبها خطر كوارث السيول سامح عبدالوهاب قناة بالقيس محافظة تلاحك شكرا